أنريكو ماسيس مطرب شهير من يهود الجزائر عاش في فرنسا وحصل على الجنسية الإسرائيلية يغني عن الحب والسلام بين الشعوب سيغني في عيد الحب في الدار البيضاء المغربية وهناك دعوات على مواقع التواصل لمقاطعة حفلة هذا بيان لجماعات مغربية مناهضة للتطبيع مع إسرائيل يقول أنريكو ماسيس يقدم نفسه على أنه يغني من أجل السلام لكنه في الحقيقة مدافع شريص عن احتلال الأراضي الفلسطينية ويدافع عن جيش متورط بجرائم حرب ضد المدنيين من بين هذه المجموعات حملة المرصد المغربي لمناهضة التطبيع ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بالإضافة إلى ناشطين ومجموعات أخرى ثم دخلت الأحزاب السياسية على الخط الائتلاف المغربي للتضامن الذي طالب بإلغاء الحافل يتكون من حركة الحركة من أجل الأمة حزب الاستقلال وجماعة العادل والإحسان هنا والاتحاد الاشتراكي هذا ما ورد في تقارير صحفية عين من التغريدات حول هذه الحفلة المنوي اتخاذها وعقدها هناك في الدار البيضاء سامي سيئة يقول أنريكو ماسيس ليس جزائريا بل حركي صهيوني ومن حق المغربي رفض حفه وعدم الانصياع للنظام العقوب يقول استقبال المغني الفرنسي الصهيوني أريكو ماسيس في الدار البيضاء يعد خطوة مستفزة من دعاة التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل لفلسطين وللشعب المغربي مصطفى بطاوي سيغني في مديرة الدار البيضاء على جثة في أطفال فلسطين وأهات أمهات الأسيرات والأسرى والشهداء الوافي سيمو المغاربة سيقاطعون هذه المهازل ومن سيحضر سيكون فقط من الصهائنة وما أكثرهم للأسر فريق تريندين تواصل مع الفنان أنريكو ماسيس لمشاركة في التعليق لكنه رفض المشاركة معنا وهذا ما قاله هذه الدعوات للمقاطعة تأتي من جهات تريد الإساءة لسياسة ملك المغرب والمغرب بالنسبة لي هو عنوان التسامح أنا لا أرد على هذا النوع من الحملات وهي صادرة عن أشخاص ذوينية سيئة وهدفهم إثارة البلبلة فقط سنغني في الدار البيضاء من أجل السلام أنريكو يغني منذ نحو ستين عاما ولطالما غنى للحب والصداقة بين الشعوب وأيضا وهموم المنفيين الأوروبيين بعد حرب الاستقلال الجزائرية أحب مدينة قسنطينة التي ولد فيها ويريد العودة إليها ولطالما تحدث عنها ماسيس يقول إن اليهود هم إخواني وشعبي ولا يمكن لأحد أن يمنعني من هذه الأخوة لكنني لا أوافق على سياسة إسرائيل كلها باعتباري يهودياً كانت لي الفرصة للتعبير عن هذا الرفض للمسؤولين الإسرائيليين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر